السؤال الثاني بيقول ايه؟ انا متجوزة من عشر سنوات ومعي ثلاث بنات ومشكلتي ان جوزي عصب وبيغلط فيي قدام اهله وقدام الناس وما بيهموش الا نفسه واقول لأهله يقولولي هو كده احسن من الاول وبيصرف علينا انا وبناتي من حرام وبيتهمني في شرفي انا عايز اتطلق حضرتك شايف ان في حل تاني اه تجوني على مركز الامرشاد الزواجي في دول الافتقال مصري اه في حلول تانية خالص مش ده الحل خالص مش ده الحل ان هو لو بيقول كل ده ان انا امشي معاك في خطك الشعوري ده انت بتسأليني عشان ايه؟ عشان اساعدك ان انت قلبك يكون معاقل الحكمة وما يؤتى الحكمة فقد قوتي خيرا كثيرا فما ينفعش ان انا امشي معاك وقولك ايوة ده راجل معرفش ايه ده راجل بيرتكب الكبائر الراجل بياخوت في عرض زوجته صحيح كل ده حرام بس في نفس الوقت لازم ان احنا لو كنا صادقين عايزين نحيا مع الله سبحانه وتعالى ونعيش في مدد الله سبحانه وتعالى واذا ماردته فهو ياشفين يبقى لازم نروح لي سبب المشكلة لازم نروح لي جزر المشكلة ايه جزر المشكلة؟ ما جايز هو بيعمل ده كله اللي هو بيعمله ده بيغلط وبيعمل ده لانه حاسس ان انتي مش مقدرة او حاسس ان انتي مش شايفاه فبيحاول يوريكي نفسه بنفس طريقة الاطفال لما يروح عشان اهله يشوفوه يكسر الكبايات او يتخانق مع الولاد في الشارع او ييجي يكلمهم بطريقة مش كويسة لانه حاسس ان هم رفضين ولا مش مهتمين به في اسباب كتيرة جدا جدا ممكن تخليه يعمل كده هل ده تبرير؟ هذا تفسير واللي بيعمله ده كله ده من اي شكل من اشكال العنف فهو حرام العنف ده حرام لا يجوز ده احد ان يروع احد فعشان كده العنف ده لا يجوز لكن ايه اللي حاصل؟ لكن ما ينفعش اقدم لك استشارة وانت بتقوليدي انا عايز اتطلق او تسمعي حد لما يسمع منك يقولك اتطلق او ما اتطلقيش ده تصرف مصحيح لازم نسمع من الطرفين لاني مش هقولك ان انت في بعض الاحيين ممكن تكون مهولة بل انه له حق ان هو يتسمع لان في بعض الاحيين انتوا ما بتبقوش بتسمعوا بعض اقولكم اسرار من اسرار الغرفة الساخنة اللي هي غرفة الارشاد الزواجي بتقول ايه؟ ان في كتير من الاحيين الزوكين ما بيسمعوش بعض وان كانوا بيقعدوا يكلموا بعض بالست ساعات لكن كل واحد فيهم بيتكلم من غير ما يسمع او كل واحد فيهم بيتكلم وهو بيسمع نفسه بس فالنتيجة بتكون ايه؟ انه ما بيتكلموش هو ما بيعملوا ايه؟ هو كل واحد فيهم بيفرغ الشحنة اللي في قلبه من الوجع ومن الضيق ومن الحرج بس لكن هو سمع شريك حياته سمع الشخص اللي هو المفروض هيشاركوا هذه الحياة؟ لا لانه بيغلب عليه ايه؟ انا محتاج وانت اللي منعني مع ان الشعور اللي المفروض يكون موجود ايه؟ انا محتاج وممكن تساعدني وساعدها يبقى ايه؟ وتعاونوا على البر الواتقوا ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ولذلك انا اسف في شريحك واقولك روح اتطلق لكن اقولك روح لخبير عشان نقدر ندير هذه العلاقة اللي واضح ان هي محتاجة نذكر بشوية مهارات وشوية حاجات احنا محتاجين نعملها اشتركوا في القناة